اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتشعر ان المطبخ اللي قدام حضرك ده على متعل طبعا المطبخ مدهون رصاصي في اسود رصاصي في اسود زي ما حركوا شايفين المطبخ من تحت معموله رجول استلس عشان الرطوبة وعشان المية عشان حتى لو سيت البيت عايزة تنظف الهاجة زي ما حركوا شايفين الرخان محكم جدا على الحيطة وقافل على الحيطة ما فيش اي فواصل علشان ما فيش اي مية تقع ولا تسرب ولا حاجة الرخان ما شاء الله نفس اللون برضو اللابيض في الرصاصي مناسب جدا للون المطبخ طبعا كل ما تكون الالوان متنسكة وبعدها بطلع الشكل جميل زي ما حركوا شايفين الرخان متطبع جدا على الحيطة كل الفواصل مقفولة ما فيش اي فواصل خالص معنى لتسريب اي شي وقادي الادراجة قدام حضركم معمولة على معجل سحاب مرحلتين تبقى صبعا سهلة جدا في الدرجة والدرجة من جوة مخدوم جدا قدام حضركم شايفيني الحضرات كلها مع ان شاء الله يعني لوها اي زيوت او اي دهون او اي شي تتمسح بكل سهولة والمقابط برضو واخدها نفس الشكل فضي طبعا برضو كل الدولاف هات قدام حضركم اخدهمها من جوة عشان تبقى سهل التنظيف كل ودي الزاوية نفس الشي كل المطبخ مدهون من جوة ابيض ابيض لامع عشان يبقى سهل التنظيف طبعا الضلفة قدام حضركم فها تلات مفصلات زي ما حضركم شايفين تلات مفصلات في الضلفة طبعا تلات مفصلات بحيس لو لو في مفصلة بازت او اي شي تبقى المفصلات كلها مكملة بعدها ودي حضركم المطبئية قدام حضركم قدام حضركم قدام المطبئية طبعا برضو محبوكة تمام وده عمل لها فايز تحت وارضرواد قدام حضركم ده فايز عشان يصف المية على الحض اي زيادة في المية او اي تصفية تنزل في الحض تحت تمام طبعا المطبخ واخد شكل دوراناتي يعني الضلف واخد شكل دورانات من تحت يميديه الشكل جميل جدا والازاز مطبوع عليه نظام طبعا كمبيوتر معمول طبعا عليه اشكال تناسب المطبخ وده قدام حضركم الرخامة معمول لها حرف برضو نفس الشي تقفلها كويس جدا على الحيطة مافيش اي فواصل خالص زي ما حقوا شايفين شايفين الرخام من قدام معمول له حرفة ده حرفة عشان يمنع تسريب المية من على الجناب او قدام يعني انت لو ست البيت لما بتغسر مافيش اي ما يتطلع طبعا الحوض من تحت رخام جميل جدا مشاء الله شكله من بعيد كديكور كشكل زي ما قلت لحضركم طبعا الرجول اللي استهله زيان بتبقى مميزة كدا في التنظيف يعني لما حرج بتنظف لما ست البيت تجي تنظف تحت المطبخ ولا حاجة ما بلزمهاش بقى نية تشيل هذا بقى ويشي لان الفتالة او الشي اللي بتنظف به بينزل تحت بينزل تحت المطبخ بكل سهول طبعا الفتح والقفل سهل جدا ممعمول له مفصنات انزو طبعا مفصنات انزو طبعا مركة يعني مشهورة جدا اجمل ما في المطبخ الدورانات يعني زي ما حركوا شايفين الدورانات من تحت الدورانات مش جاية عدلة لا واخدى شكل كيرف او دوران عشان تبدي شكل مع الطباعة كمبيوتر طبعا اللون الاسود مع رصاص اللون جميل جدا مع السرامي كمان مدي شكل جميل يعني لما كل الالوان متناسقة بقى الشغول جميل جدا ورخام نفس الشي زي ما قلنا حضركم طبعا المطبخ ده معمول نظام كابس يعني نظام كابس طبعا مش جايبين كونتر زي ما موظم النجرين اللي الاسود بيعمل موظم النجرين بيكيب كونتر جاهز من المحلات وبيقطع وبيشتغل عطول بحيس يدي معاها زي ما هالكو شايفين اللمع في الدهان دهان 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 المطبخ ده معمول نظام كابس الكابس دهان فكرته انه انظام قبل كاش من قدام ومن وراء يتعمل في حشو خشب طبعا الميزة اللي في كده ان المطبخ طبعا بيطول رطوبة حكم المكان والبخار وكده فالمطبخ لما بيطول رطوبة بينسم يعني زي ما بيقول كده بينسم فبتلاقي فواصل الخشب بدأ تظهر لو انت عمل خشب مثلا بيبدأ فواصل الخشب تظهر ولو كونتر بربو لو طالوا اي رطوبة يفكك من بعض لكن ده احنا بنعمله كابس على ادينا في الورشة فبتلع منتهي المتاني يعني متين جدا كمان العلب متربطة مع بعضها كويس جدا طبعا اللا الداخل يحمل خشب لو في اي تسريب الميا او اي اطلبة بيحميه بيحميه اي مشاكل خالص بالنسبة للتنظيف ويحمل خشب بغض النظر عن التنظيف بيحمل خشب كمان كل الشغل كل المفصلات 3 مفصلات لكي تدالف خالص في الفتح والقفل رخام طبعا متنعم ومتلمع طبعا الكابس يعني بيعيش احسن من الكونتر لان الكونتر زي ما احراركوا عارفين بيبقى مجرد شغل مصانع مجرد ما بيطوله اي ما يفكت من بعضه الكونتر معظم من الكونتر خاصة الاندونيسي الاندونيسي اي صحيح عادل ومستوي بس الابلكاش بتاع انتو بتسيب بسرعة لكن الخشب اللي احنا بقى عملونا على يدين طبعا الدولة دي خشب خليدي خشب مفيش فيها كونتر خالص عشان تتحمل الازاز والكلام ده كله المطبخ ودام حراككم ما شاء الله هسيب لحراككم التعليقات وياريت تكتبونا في التعليقات لاي الصفصر او اي شيء عايزين تستفسر عنه تكتبونا في التعليقات وكون سعيد بحركه جدا وهارض على حركه في التعليقات وفي النهاية ما تنسوش يا جماعة بأكد على حركه جدا يعني ما تنسوش تملونا لايك لان لايك بيدعم الفيديو حركوا عارفين طبعا موظمكم عنده قنوات وعارف ان لايك بيدعم الفيديو وفي النهاية ما تبخلوش علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة